مليون مبروك لمنتخب تونس للأواصل تأهله إلى سمن نهائي كأس العالم للشباب دور الستاشر لمنديال الشباب تحت عشرين سنة المقام حاليا بالأرجنتين هاردلاكو حظ أوفر لمنتخب العراق في البطلات القادمة بإذن الله المتأهلين إلى دور الستاشر جدول مباريات دور الستاشر الترتيب النهائي لكل المجموعات السلام عليكم ورحمة الله أذكر حضراتكم بالترتيب النهائي للمجموعات الست المجموعة الأولى ترتيبها الأرجنتين 9 نقاط في المركز الأول أسباكستان في المركز الثاني 4 نقاط نيوزلندا في المركز الثالث 4 نقاط جوة يمالا في المركز الأخير 0 من النقاط المجموعة الثانية أمريكا في الصدارة 9 نقاط الإكوادور في المركز الثاني 6 نقاط سولوفاكيا في المركز الثالث 3 نقاط جزر فيجي في المركز الأخير 0 من النقاط المجموعة الثالثة كولومبيا تتصدرها في المركز الأول 7 نقاط الكيان في المركز الثاني 4 نقاط اليابان في المركز الثالث 3 نقاط والسنغال في المركز الأخير نقطتين مجموعة الرابعة البرازيل 6 نقاط في المركز الأول إيطاليا في المركز الثاني 6 نقاط ونيجيريا في المركز الثالث 6 نقاط والدومنيكان في المركز الأخير 0 من النقاط أما المجموعة الخامسة اللي بتهمنا بشكل كبير إنجلترا في الصدارة 7 نقاط أورجوي ست نقاط في المركز الثاني تونس في المركز الثالث ثلاث نقاط والعراق في المركز الأخير نقطة واحدة أما المجموعة السادسة والأخيرة جنبيا في الصدارة سبع نقاط كوريا في المركز الثاني خمس نقاط فرنسا في المركز الثالث ثلاث نقاط هندراس في المركز الأخير نقطة واحدة إذن المتأهلين إلى دور الستاشر دور سمن نهاية من كأس العالم للشباب الأرجنتين وأوس باكستان عن المجموعة الأولى بالنسبة للمركز الاول والتاني امريكا والاكوادور عن المجموعة الثانية كولومبيا والكيان عن المجموعة الثالثة البرازيل وايطاليا عن المجموعة الرابعة انجلترا واروجوي عن المجموعة الخامسة جنبيا وكوريا الجنوبية عن المجموعة الثالثة يبقى كده عندنا اتناشر منتخب اول وتاني كل مجموعة عايزين اربع منتخبات احسن اربع منتخبات متواجدين في المركز الثالث هنلاقي منتخب نيجيريا عنده 6 نقاط ينضم إلى المتأهلين منتخب نيوزلندا عنده 4 نقاط ينضم إلى المتأهلين منتخب سوليفاكيا عنده 3 نقاط ينضم للمتأهلين لأنه أحرز 4 أهداف ومنتخب تونس ينضم إلى المتأهلين لأنه أحرز 3 أهداف وعنده 3 نقاط أما فرنسا توضع البطولة بفرق هدف واحد فرنسا لو كانت احرازت هدف واحد لكانت تأهلت الى دور الستاشر يبقى المنتخبات المتأهلة رسميا الارجنتين اوسباكستان نيوزلندا امريكا الاكوادور سولوفاكيا كولومبيا الكيان البرازيل ايطاليا نيجيريا انجلترا اوروجوي تونس جنبيا وكوريا الجنوبية دور الستاشر منتخب اللي تأهلوا الى دور الستاشر طيب مواجهات دور الستاشر عندنا مواجهات في منتهى القوة او المواجهة هتكون يوم السلساء 30 مايو ما بين امريكا ونيوزلندا الساعة 8.5 مساء عندنا ايضا مباراة يوم الاربعة 31 مايو مباراة البرازيل وتونس الساعة 8.5 مساء ايضا يوم الاربعة 31 مايو عندنا كولومبيا والسولوفاكيا الساعة 8.5 مساء بعدين عندنا يوم الاربعة 31 مايو ايضا ايضا ازباكستان ضد الكيان الساعة 12 صباحا بعد كده عندنا يوم الخميس 1 يونيو الارجنتين ونيجيريا الساعة 12 صباحا بعد كده يوم الخميس ايضا 1 يونيو عندنا انجلترا وايطاليا الساعة 12 صباحا المباراة السابعة ما بين جامبيا وأورجوي يوم الخميس 1 يونيو الساعة 8.30 مساء وآخر مباراة الإكوادور وكوريا الجنوبية يوم الجمعة 2 يونيو 2023 الساعة 12 صباحا عندنا 8 مباريات في منتهى القوة في مباريات دور الستاشر سمن النهاية أمريكا ضد يونيزلندا أسباكستان ضد الكيان كولومبيا ضد سلوفاكيا إنجلترا ضد إيطاليا الأرجنتين ضد نيجيريا جامبيا ضد الأورجوي الإكوادور ضد كوريا الجنوبية والبرازيل ضد تونس كل التمنيات والتوفيق لمنتخباتنا يعني منتخبنا العربي منتخب تونس أمام الصنبا البرازيلية أيضا كل التوفيق لمنتخب جامبيا ضد منتخب أورجوي منتخب طبعا من كارة أفريقيا أيضا منتخب نيجيريا قدام منتخب الأرجنتين كل التوفيق لمنتخباتنا الأفريقية والعربية والأسيوية بإذن الله اللي كانت بتمسلنا منتخب العراق ولكن للأسف منتخب العراق يعني غادر البطولة يريد نكون يعني وفقنا في نقل كل الأخبار أولا بأول ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته